أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن تصويت مجلس العموم على الاعتراف بدولة فلسطين لن يغير من سياسة حكومته ويجري مجلس العموم البريطاني اليوم تصويتا رمزيا للاعتراف بدولة فلسطين ويحظى الاقتراح بتأييد حزب العمال الذي طلب من نوابه التصويت لصالح الاقتراح سنتناول موضوع تصويت مجلس العموم الرمزي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفين من لندن رئيس تحرير موقع رأي اليوم الإلكتروني الأستاذ عبد الباري عطوان ومعنا أيضا رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل بريطانيا ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيفين من لندن معنا رئيس تحرير رأي اليوم الإلكترونية الأستاذ عبد الباري عطوان ومعنا أيضا رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفين سيد عبد الباري مساء الخير سأبدأ معك أولا كان لديك بالأمس مقالة لا في تحقيقة تتناول مسألة إعادة الإعمار في غزة وربطت هذه المسألة بمسألة التحالف الدولي اليوم الموجود ضد تنظيم الدولة تقول في المقالة المسألة وبكل بساطة لا تتعدى كونها حقنة تخديرية أخرى للشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي بأسره وتذكرنا بتجارب وبعود مماثلة كثيرة جدا صفقنا لها بحرارة وبنينا عليها آمال عريضة وانتهينا بخيبة أمل وخديعة الواحدة تلو الأخرى هل ما يجري في بجلس العموم البريطاني اليوم يندرج ضمن هذا النطار؟ نعم أستاذ مهند لو رجعنا إلى الوراء قليلا عام 1991 وبعد الحرب على العراق وإخراج القوات العراقية من الكويت قال لنا الرئيس جورج بوش الأب بأنه سيحل القضية الفلسطينية وسيعقد مؤتمرا للسلام وهذا ما حصل وانتهينا بخيبة أمل عندما جاء بوش الأبن قال أيضا أنه سيقيم دولة فلسطينية قبل عام 2005 نهاية ولاية الأولى ولكن بعد التخلص من صدام حسين واحتلال العراق وهذا ما حصل وانتهت الولاية الأولى وانتهت الولاية الثانية دون أي تحقيق أو قيام لهذه الدولة بل خيبة أمل أكبر هذه المرة نحن دائما عندما تتدخل القوى الغربية في المنطقة تتدخل عسكريا في منطقة الشرق الأوسط يرجعون إلى الورقة الفلسطينية ويقولون نحن إما سنعترف أو سنقيم دولة أو سنعقد مؤتمر للسلام أو نشكل لجنة رباعية وخريطة طريق وما شابه ذلك ثم بعد ذلك أن يحققوا أغراضهم يتخلوا عن القضية الفلسطينية ما يجري حاليا أستاذ مهند إذا لاحظت أن هناك ضجة كبرى وهذه ضجة فقط في أجهزة الإعلام العربية يعني لا أحد مهتم حقيقة في أوروبا أو حتى في بريطانيا نفسها بمسألة التصويت الرمزية وربما لاحظت بأن مقاعد مجلس العموم البريطاني أكثر من 600 عادة يكون فيها أكثر من 600 عضو كانت خاوية يعني مجرد بعض الأعضاء يتحدثون هذا يعطيك مثلا بأن هذه المسألة مسألة ثانوية جدا ولا تؤثر على الحكومة مجلس العموم البريطاني منع حكومة كاميرون من التدخل في سوريا لكن الآن يقول لك أن هذا رمزي وغير ملزم للحكومة يعني عندما يريد هذا الشيء أن يكون ملزما يكون ملزما عندما لا يكون ملزما لا يكون ملزما نقطة أخيرة في هذه الفقرة على وجه التحديد يعني إذا لاحظنا أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عندما غزت إسرائيل قطاع غزة وعندما قتلت 2200 من الأبرياء مربحهم من الأطفال ماذا قال؟ قال أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس لم يتحرك مطلقا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ولم يدن إسرائيل على الإطلاق الآن هناك محاولة لتجميل وجه الحكومة البريطانية أن هذه الحكومة البريطانية تريد الاعتراب بدولة فلسطينية أين هي هذه الدولة الفلسطينية؟ بريطانيا هي المسؤولة عن مأساة فلسطين هي المسؤولة عن تشريدنا هي المسؤولة عن ضياء بلدنا هذه هي الحقيقة الآن نفرح لأن خطوة صغيرة مثل هذه أن يعترفوا برلمان خاوي ومعظم الأعضاء لم يحضروا أن نهلل ونطبل وكأنها فتح مكة هذا كلام غير عادي دعنا نسمع من سيد كريس دويل الرئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني رأيه في هذا الموضوع مساء الخير سيد دويل مرحبا بك معنا ما رأيك؟ الأستاذ عبد الباري يقول بريطانيا مسؤولة عن ضياء فلسطين وما يجري اليوم هو مجرد محاولة لتجميل وجه الحكومة البريطانية سمعنا الكثير من الوعود من بريطانيا ومن غير بريطانيا في الغرب ولكن شيء لم يتحقق على أرض الواقع ما رأيك؟ نعم أنت محقق بريطانيا هي المسؤولة تاريخيا بالقضية عن الإعلان لقد عطينا فلسطين إلى شعب آخر ونحن طبعا كانت لدينا القوة والسلطة هناك حتى نحل مشكلة فلسطين نعم هناك مسؤولية تاريخية وأنا أتفق مع عبد الباري عطوان بأن هذا تصويت رمزي إنه لن يخير الوبع هناك سيكون هناك احتلال سيبقى هناك الاحتلال والقدس ستكون دائما هناك مشكلة حولها وغزة ستكون محاصرة دائما كل هذا حقيقي ولكن هناك بعض التوضيحات أنا فقد قضيت وقتا كثيرا مع أعضاء مجلس العموم أولا بسبب أنه لا يوجد كثير من أعضاء البرلمان هناك لأن كثيرا منهم اختاروا عن عمد عن الامتناع اختاروا الامتناع واختاروا أن لا يكونوا هناك وهذا ليس لأنهم لا يهتمون بالأمر ولكن لديهم قرار سياسي تخذوه عن عمد الكثير منهم هم أصدقاء إسرائيل وقد أخبروهم واستشيروا وقل لهم بأنهم لا ينبغى أن يكونوا هناك وذلك حتى يقللوا من أهمية هذا التصويت أعتقد بأن هذا سبب أحد أهم الأسباب وثانيا ليس هذه مبادرة من الحكومة البريطانية إنها أتت من المجموعة التي تجلس في المقاعد الخلفية وخاصة من حزب العمال وأنا سافرت مع بعضهم إلى الضفة الغربية قبل أربعة عوام ورأينا الانقسام هناك الذي حدث وما يحدث هناك من فضائع فإنه ليس الحكومة البريطانية تسعى إلى تبيض أو تجميل وجهها إنها كانت وإذا كانت الحكومة طبعا تنظر إلى ما يحدث في العالم الإسلامي والعربي طبعا كانت الحكومة ستصوت لصالح هذا القرار ولكن الواقع هو أنه في الحكومة البريطانية أنا متأكد بأن معظم أعضاء البرلمان البريطاني يريدون أن يروا دولة مستقلة فلسطينية ولكنهم يعلمون بأن لدينا مسؤولية تاريخية وطبعا هم مصدومون من ما فعلت إسرائيل سأقول عن عضو برلمان عضو اللجنة الخارجية وهو دوره كبير واسمه هو ليتشارد أوتوي كان مناصرا كبيرا للقضية لإسرائيل ولكنه قال إنه لن يعارض القرار اليوم لأنه غاضب جدا من الأمسلطانات الإسرائيلية التي أعلن عنها في الأسبوع الأخيرة وقال إنه يظهر كأنه غبي وهو لا يحب ذلك هو لا يقول إن إسرائيل إذا لم تكن يمكن أن تحافظ على أصدقائها مثلي فإن أصدقائها سيقلون كثيرا وأحد الأشياء التي يظهرها هذا السويت هو إن إسرائيل تخسر أصدقائها وربما لا يمكن أن تعتمد على الغطاء الدبلوماسي الذي اعتمدت عليه في السابق لأن الناس أصبحوا يدركون بأن إسرائيليين لا يهتمون بالسلام ولا يهتمون بحل الدولتين ونيتنياهو طبعا قال ذلك لكن يجب أن يتغير شيء وهذه طبعا خطوة صغيرة جدا في هذا الاتجاه أستاذ عبدالباري دعني أسألك عن هذه القضية التي أشار إليها سيد دول أخيرا نوع من التغيير حتى لو كانت الخطوة رمزية البعض يقول الخطابات التي سمعناها اليوم من بعض النوار تظهر أن هناك نوع من التحول ولو جزئي على الأقل في المواقف لبعض الساسة البريطانية المسألة الأخرى أنه حتى أيضا لو كان هذا التصويت تصويتا رمزيا فإنه يرسل برسالة معينة إلى إسرائيل بالدرجة الأولى والسويت قامت بخطوة مشابهة الأسبوع الماضي والسيد نتنياهو استدعى السفير السويدي ورسالة في اتجاه واشنطن بأن هناك تحول في المواقف الدولية اليوم 134 دولة تعترف بفلسطين البعض يرى فيها ولو أنها خطوات رمزية ولكن تضغط على إسرائيل من جهة وتضغط ربما على واشنطن من جهة أخرى هي خطوة ورغم رمزيتها إلا تعطي مؤشرات كثيرة لكنها ليست كافية أولا من تقدم بهذا الطلب إلى مجلس العمول البريطاني هم أصدقاء فلسطين يعني هم الذين يؤيدون فلسطين ويطالبون بدولة فلسطينية فلا جديد في هذا الأمر النقطة الثانية أنه نحن نطالب بإجراءات عملية يعني نريد ضغوط حقيقية من أعضاء البرلمان ومن الدول العربية على بريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية بأن يمارسوا ضغوطا على إسرائيل يعني الحكومة نتنياهو قبل أسبوع صوتت من أجل إقامة 2600 وحدة سكنية في القدس اليوم الحرم الإبراهيم يتعرض للحرم القدسي في المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات إسرائيلية واقتحامات من قبل يهود متطرفين وتقسيم الحرم زمنيا يسير على قدم وساق وربما يكون هذا مقدمة لتقسيم حقيق وفعلي مثل ما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل يعني إحنا شبعنا من هذا الكلام يعني نريد خطوات عملية هناك عدوان حدث على قطاع غزة الآن يتدخل البريطانيون والأمريكيون لإنقاذ الأكراد في كوباني لإنقاذ الأكراد في أربيل لإنقاذ العراقيين هذا شيء جميل بس لماذا لم يتحركوا لقطاع غزة لماذا لم يرسلوا الـ F-15 والـ F-16 وكل الإفات مثلا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي يعني إحنا نريد خطوات عملية نريد أن نقول هذا لا يكفي على الإطلاق إذن نحن نتعرض إلى ظلم تاريخي وهذا الظلم التاريخي مستمر منذ أكثر من مائة عام يعني وعد بالفور عندما صدر من قبل الحكومة البريطانية عام 1917 لإعطاء اليهود دولة في فلسطين كانت هناك أيضا دولة فلسطينية هذا الاعترف بحق الفلسطينيين في وطنهم في نفس الوقت يعني نحن نجيب أن نقول لبريطانيا أنه هذا لا يكفي بعد مائة عام يصوت البرنامال البريطاني وبشكل رمزي على قصة اعتراف بدولة وهمية لم تقم على الإطلاق وليس لها وجود على الأرض يعني هذا أعتقد استخفاف بعقولنا يا سيدي المشكلة الأساسية الآن الغرب خايف من داعش الغرب خايف من الدولة الإسلامية وهذا الغرب الآن يريد أن يقول لا نحن نتدخل الآن ونعطي الفلسطينيين عظمة أنه اعتراف في مجلس العموم لا يقدم ولا يؤخر بدولة فلسطينية أين هذه الدولة ويقول اليوم مكتب رئيس الوزراء البريطاني يقول أن هذا التصويت ليس له قيمة وغير ملزم ولا نعمل به على الإطلاق يعني يعطي عناوين في الصحف العربية خذوا عناوين يعطي مقابلات في التلفزيونات العربية خذوا مقابلات وتعتبروها شيء كبير جدا لكن في الواقع لا يقدم ولا يؤخر والشعب البريطاني بالمناسبة لا يتابع هذا البرلمان لا يتابع الخطبات في هذا البرلمان يعني هذا آخر همهم أن يستمعوا إلى الخطباء في الهايت بارك البرلماني الذي نراه حاليا نحن فقط الذين نضخم من هذا الأمر هذه خطوة رمزية نحن شبعنا خطوات رمزية نحن من 1980 اعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطيني وعملنا ضجة كبيرة جدا أين هذا الاعتراف؟ كيف ترجم؟ ماذا حصل؟ يعني مسائل صغيرة كثيرة يعني زي ما قولوا بالانجليز يعني little things please little mind فهذه المشكلة مش لازم إحنا يعني أن نضخم من هذا الحدث على الإطلاق هؤلاء الذين سيصوتون هم أصدقائنا من الأساس ونسمعهم دائما في المظاهرات وفي مظاهرات ضد الحرب ومظاهرات كثيرة ونسمعهم أيضا في الصحف ونسمعهم في ندوات ومحاضرات وأكثر من ذلك لا شيء على الإطلاق نريد ضغطا حقيقيا على إسرائيل نريد خطوات عملية على بريطانيا يعني ضغط حقيقي حتى تتخذ خطوات عملية وتقول لإسرائيل كفا أنتم تهددون مصالحنا وتخلقون لنا أزمة وأنتم تساعدون على نشوء التطرف في المنطقة بكلها طيب سيد دويل أستاذ عبد الباري أشار إلى مسألة مهمة وهي أنه كما قال الغرب اليوم يخاف من مسألة داعش والتنظيمات المتطرفة وتأتي هذه الخطوة يعني باعتبار أنها عظمة يلقي بها الغرب لشعوب هذه المنطقة حتى تسير في ركب هذا التحالف ضد هذه التنظيمات بقيادة الولايات المتحدة ما رأيك؟ نعم إن خطوة صغيرة جدا وصغيرة جدا وأنا أتفق تماما بأنه يجب أن يكون هناك ونحن طبعا في لجنتنا نكافح لأجلها يجب أن يكون هناك مقاطعة تامة للبضائع القادمة من المستوطنات في الاتحاد الأوروبي كلهم يجب أن نكون جادين بكل القضايا ويجب أن نرفع الحصار عن غزة ويجب أن نكون أنا أتفق مئة بالمئة مع سيد عبد الباري عطوان وأنا أعتقد بأنه يجب أن نتفق أو نوافق على هذه الخطوات وأنا لا أخلق شيئا كبيرا من ما حدث طبعا ما يثير قلقي ربما هو إنه إذا لم نفوز بهذا التصويت فلو أن هذا رفض هذه العظمة الصغيرة فإن ذلك سيصبح شيئا مرعبا ولكن أعتقد بأن التصويت سيمر أهم شيء هنا هو أن نحاول أن نتخذ من هذه الخطوات الصغيرة الرمزية وإذا كان هناك عدد لم يكن هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان ونستطيع أن نقول عن الأعضاء الراغبين طبعا يمكن أن نتكلم مع الحكومة ومع رئيس الوزراء ونقول له بأن يجب أن يحترم الإرادة الديمقراطية والرغبة الديمقراطية في مجلس العموم كما قبلوا أن لا تشارك بريطانيا مثلا في سوريا قبل 12 شهرا فيجب عليه أن يحترم إرادة البرلمان باعترافه بفلسطين يجب عليه أن يحترم هذا طبعا المرحلة المقبلة هي نحاول أن نشجع الدول الأخرى في اتحاد الأوروبي أن تعترف بفلسطين وبالإضافة إلى كل الإجراءات التي طبعا نحارب أو نكافح من أجلها فنحن وصلنا إلى مرحلة يجب عليها أن نواجه مشكلة الاحتلال ومشكلة حصار غزة لأننا ننتقل إلى نزاع آخر وما رأيناه في كل المنطقة هو أنه إذا حاولنا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة إذا رجعنا إلى الوراء فإن أوروبا والولايات المتحدة ليس لديها أي أجوبة على التحديات الكبيرة في المنطقة نحن نخفق تماما بالإتيان بحلول في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وفي مصر ليس هناك أي موقف موحد وليس هناك أي استراتيجية موحدة فإذا ما رأيناه في فلسطين هو صدا في كل المنطقة ونحن خسرنا في مساعدة الأشخاص الأشخاص المناسبين ونحن لم نساعد الشعوب هناك وما لم نقم بذلك فستكون هناك جماعات متشددة مثل داعش تنظيم الدولة وربما سيكون هناك تنظيمات أكثر تشددا من هذه التي نراها الآن وذلك بسبب الإحباط الشديد وفلسطين هي أحد أهم القضايا ونحن أخفقنا في فلسطين وكما قلت وهي طبعا قطوة صغيرة ضئيلة جدا ولكن أود أن أذكر الجميع بأن الحكومة الإسرائيلية والسفرات الإسرائيلية تتحرك بشدة وتتحرك وقلت وقيل لي بأنه يعتقدون بأن الحكومة العمال أعلنت الحرب على إسرائيل فهذا طبعا شيء غريب جدا هذا يشير إلى القلق الإسرائيلي مما يحدث ربما أن الفلسطينيين طبعا ليس لديهم أعضاء كبار وتسويت عليهم رمزية ولكن أعتقد بأننا يجب أن نحافظ على هذه الخطوة حتى وإن كانت رمزية طيب أستاذ عبد الباري سأسألك عن هذه المسألة مسألة أما إذا كانت إسرائيل تشعر بأي نوع من القلق إزاء هذه الخطوات الرمزية ولكن قبل ذلك مشاركات سريعة وردت من أستاذ المشاهدين قبل قليل محمد الخواجة يقول اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين هو مجرد ذر الرماد في العيون صبر يوسف يقول الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يغير الرأي العالمي تجاه القضية عادل الحمامي يقول في حال اعترفت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية فهذا سيجبر إسرائيل على إنهاء الاحتلال قتيبة البياتي يقول اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين لن يغير أي من الوقائع على الأرض عارف تيبان يقول الاعتراف بدولة فلسطين يعزز من فرص السلام ويضغط على إسرائيل هوشين لاروزي يقول الاعتراف الأوروبي قد يضغط على الرأي العام الأمريكي لوقف دعمها لإسرائيل أخيرا خالد صبيح يقول لا يفيد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين وهي التي حرمت الشعب الفلسطيني من أرضه أستاذ عبد الباري هل تشعر برأيك إسرائيل بأي نوع من القلق إذا هذه الخطوات الرمزية هذه القرارات غير الملزمة يعني حتى القرار الذي شهدناه في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مراقب هل مثل هذه الخطوات بالفعل تثير القلق لدى إسرائيل نعم تثير القلق بلا شك في إسرائيل وفي أوساط النخبة السياسية الإسرائيلية لسبب بسيط لأن بريطانيا كانت دائما هي البيت الصهيوني على وجه التحديد هي الداعمة وهي التي أسست دولة إسرائيل وهيئت لها الحاضنة من أجل أن تقوب على حساب الشعب الفلسطيني فهذا أمر مهم هم يطاردوننا في الجامعات يطاردوننا في المؤتمرات في كل مكان لا يريدوا أن يسمعوا أي صوت معارض لإسرائيل لأنهم يعرفون بأنهم إذا خسروا الرأي العام فإنهم في المستقبل سيخسروا الحكومات لأن الرأي العام يضغط على الحكومات هذا أمر لا شك فيه لكن ما يقلق إسرائيل حاليا هو أنها أصمحت دولة مهمشة في المنطقة الشرق الأوسط لا أحد الآن يتحدث عن إسرائيل لا أحد الآن يستشير إسرائيل هناك مؤتمر إعمار في غزة أو من أجل غزة لا تشارك في إسرائيل هناك الدولة الإسلامية والتدخل في العراق وفي سوريا يعني ليس لها إسرائيل أي علاقة بالعكس تشعر بالقلق جدا من تهميش أمريكا لها وتهميش الغرب لها هذا ما يقلق إسرائيل في الوقت الحالي لكن طبعا أي عمل أي محاولة لكشف إسرائيل لدعم الشعب الفلسطيني تظل عملية جيدة حتى لو كانت رمزية لا ننكر ذلك لكن ما نريده هو أكثر من ذلك ويجب علينا أن لا نبالغ في مثل هذه الخطوات الرمزية إسرائيل الآن تحولت إلى عبء على الرأي العام الغربي إسرائيل تحولت إلى عبء على الرأي العام على الحكومات الغربية على وجه التحديد وطبعا أن بريطانيا تؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام البريطاني يؤثر بالرأي العام الأمريكي هناك التحالف الأنجلوسكسون تاريخيا معروف لكن علينا أن لا نبالغ هذا ما أردت أن أقوله أصلا لا توجد دولة فلسطينية حتى تعترف فيها يعني أنت الاعتراف الاعتراف يتم لو كانت هناك دولة لكننا لا يوجد لنا دولة حتى تعترف بها بريطانيا أو تعترف بها السويد لا توجد دولة يوجد احتلال هذا هو اعتراف بالاحتلال وليس بالدولة عندما تقوم الدولة وعندما تتحدد حدود هذه الدولة وعندما يتم التوصل إلى اتفاق عالمي مثل ما قامت دولة إسرائيل مثلا على حسابنا وحساب الأمة العربية بأسرها في هذه الحالة ممكن أن نصفق لاعتراف من بريطانيا أو من غير بريطانيا لكن طالما هذه الدولة وهمية طالما أنها ما زالت على الورق طالما أنه ليس لها وجود حقيقي طالما لا تمارس أي صلاحيات هنا نحن نغالط أنفسنا ونغالط حتى الرأي العام الأوروبي يعني هذه كذوبة كبيرة الدولة الفلسطينية قالوا لنا أن الترافي الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة ومراقب في الأمم المتحدة هذا سيجعل من فلسطين واعتراف فلسطين وستنضم السلطة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية وستنطارد الإسرائيليين كمجرمي حرب في كل مكان لم يحدث أي من ذلك لسبب بسيط لأن هؤلاء الأوروبيون قالوا لمحمود عباس إياك أن تنضم لا تتخذ خطوات أحادية الجانب وردخوا لإسرائيل هذه بريطانيا اليوم لم تصوت لصالح اعتراف بفلسطين أو قبول فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة امتنعت عن التصويت يعني حتى بريطانيا الآن نحن نصفق نعترف الحكومة البريطانية كانت من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح الدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة الآن نحن نتطلع إلى برلمان فاضي وفارغ مقعده فارغة أقل من عشر البرلمان أو العضاء حاضرين هذه ونقول والله أنه خلص الدولة الفلسطينية قائمة والرأي العام العالمي تغير والرأي العام البريطاني تغير لا أبدا يعني حقيقة حقيقة يجب أن نضع الأمور في نصابها وأن نكون يعني متوازنين وفي تقييم مثل هذه الخطوة حتى يعني مثل أحلام اليقظة نغرق في أحلام اليقظة وهذا هو للأسف ما يحصل حاليا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير رأي اليوم الإلكترونية كان معنا من لندن. وشكرا أيضا للسيد كريس دويل رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كان معنا أيضا من العاصمة البريطانية موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية